في مؤتمر صحفي عقد على عجل أعلنت الشرطة الكندية عن القبض على شهيب الصغير من موريال ورائد جاسر من تورونتو ووجهت إليهما تهمة التخطيط لهجوم إرهابي ضد قطار ركاب كندي وإخراجه عن مساره بدعم من تنظيم القاعدة دلت التحقيقات والأدلة التي تم العثور عليها أن المتهمين كان يتأمران لتنفيذ اعتداء على قطبان قطار نقل الركاب في محيط تورونتو الكبرى باختصار هذه الاتهامات تشمل التدخل في شبكة المواصلات قتل أناس لخدمة مجموعة إرهابية لدينا اعتقاد أن هذين الشخصين قاما بخطوات وأنشطة لتنفيذ عمل إرهابي رقب القطار وسكة الحديد في محيط تورونتو الوسع ما أكسب هذه التحقيقات أهمية أن الأدلة أشارت إلى تنظيم القاعدة المهم في هذه التحقيقات أنها أكدت أن هذه المحاولة ما دعوما من القاعدة عندما أقول الدعم أقصد التوجيه والإرشاد وهذا هو المهم من هذه التحقيقات المسؤولون في شرطة منعوا عن إعطاء معلومات عن المراحل التي بلغتها التحقيقات ووعدوا بتقديم المزيد كلما تقدم التحقيق لكنهم عمدوا إلى طمأنة المواطنين أريد أن أطمئن المواطنين أنه في الوقت الذي تقوم فيه شرطة الخيالة الملكية الكندية بواجبها تؤكد أن المتهمين كان لديهم القدرة والنية على تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية غير أنه لم يكن هناك تهديد وشيك لعامة الناس والموظفين في السكك الحديدية وركاب القطار أو البنية التحتية وعلى رغم من اتهام الشرطة للقاعدة بالوقوف وراء محاولة الاعتداء غير أنها قالت أن الرجلين لم يحصلوا على دعم مالي من القاعدة وامتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل ولا يحمل أي من المشتبه به ماء الجنسية الكندية وأشهدت الشرطة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الأمريكي في متابعة الرجلين ونفت أي علاقة لهذا الحادث بتفجير ماراثون بوستنزن عيسام عبدالله بي بي سي ترجمة نانسي قنقر